كل عام انت بخير بقول السؤال كيف حظك به الدنيا والله الحمد لله مليح ني حظا طب السؤال بحكي في اي مناطق لسان بيكون تذوق الطعم المالح والحلو والمر يعني الحلو وين منذوقه الحلو في النصف لسان والمالح ما نش نعطي فرصة زي ما أعطيناك لو سمحت المالح بداية لسان والمر في المنتصف في المنتصف والمر في اللحل في الآخر في الحلق في البلعوم يعني ما تسرته واتهى الحلق في البداية ايش قلنا في الراس اللسان والحلو والا خط والمر في آخر اللسان السؤال بحكي في اي مكان يعني وين احنا منتذوق الطعم المالح والحلو والمر وين في الثان في لسان طب في البداية ايش يعني في بدالة لسان شو من الذوق الملح المالح طي وبالوسط طعم اي طعم طعم الطبيق الملح الحلو نعم ايش بده احكي بتانت تحكي في اول لسان شو من الذوق المالح المالح بوسط لسان الحلو الحلو ها متأكدة اه وبالاخر لسان المر المر في اخر لسان المر متأكدة اه طيب في قلنا من من بداية المالح المالح صحيح حكيتي الجوانب اللي هي الوسط محلو مزبوط وبالاخر المر يعيني عليك انت شو شطورة يعيني شو اسمك رحاب محمد رحاب باي صف الصف الخامس صف خامس رحاب بصف خامس وجاوبت على السؤال سعدتي امك شكرا اكم ولد في البيت انتو احنا عندي عشر بنات ولد عشر بنات ولد عشر بنات عشر بنات ولد دائما كفت البنات راجحة ليش من الله الله بتآمن بالحظ الحمد لله حظك حلو بها الدنيا ان شاء الله ان شاء الله الله يقويكم طبعا حبيبتي شو اسمك نعيد الاسم رحاب محمد رحاب رحاب محمد سلامة رحاب محمد سلامة زقفولها لرحاب يلا ما بدك تزغرتي لها بزغرتي يلا رحاب طبعا صف قلنا عديش صف خامس صف خامس فازت بشو بدك اللي بعطيك هي منيح طيب فازت هي رحاب بمئة دينار وخلاط امريكي سبع سرعات مستن الف مبروك حبيب يلا شكرا لك شكرا 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 شكرا